موسيقى مش لقي شغل ناس عايزة دم نشهدها دم ولادهم كل حاجة في الدنيا لسه متحركتش ولا حصل اي حاجة مفيش جديد الحل ان هو لا يجي واحد يتطقي الله فينا مين بقى زي مين هو يا هيوة عسلين عند اي حد يعرف برضو ان احنا عايزين واحد بقى يتطقي الله ما مش بنطلب شيخ دعاية اسلامية ينزل من على المنبر ونقول انا لحكم الشعب ده ما بنطلب واحد يتطقي الله فينا ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلى ما يعودش على كرسي ويعرف ان هو الاعلى لا يتأكد ان ربنا سبحانه هو الاعلى دكتور اصام شرف يطور نفسه شوية لا بعيد عن التطور دكتور اصام شرف اصلي ما انفقاش اغير عادة وسلوك ومادة هو اصلا مبتخزه ده بالاضافة على الضغوط اللي عليه ما عايزين واحد ده يكون افضل كتير جدا ليه وهيتشال فوق رأسنا كلنا لكن مكان دلوقتي هنكرهه اكتر وهنتعب منه اكتر وهنشيل منه اكتر اتوازن على تاريخه اه تمام تمام والله اعلم اللي ممكن يحصل بعد كده الله اعلم اللي ممكن يحصل لدكتور اصام شرف برضو من ميدان التحرير اللي هو جابه برضو وحطه في نفس المكان ده تمام اعرف انا شغال ولا لا غيري يبقى عرف يأكل واشرب وينام ولا لا انا خريك ايه انا خريك خبوق وما فيش اه ما فيش اي حاجة كل المتاح دلوقتي يا حرام يا حرام يا اما ما يعيش في جلدة الحالتين مش هينفع مش هينفع ليه اجري ولا الحرام ليه كل الشباب دلوقتي بيجري ورا اي حاجة ممكن تكون سبه مشروعة عشان ياكن نفسه ما فيش شاب دلوقتي عارف يتجاوز ما فيش شاب عارف يقعيش ما فيش شاب عارف حتى يلاقي لقمة ياكلها دلوقتي الشاب دا حتى لما بيتجاوز بياخد مراته ويروح عند بيت ابوه عشان يأكلها فطور وغادة وعشا دلوقتي الشاب لما بيطرد من شق اي داره وما يارفش يطاق اي دارها بياردوا بياخدها عند بيت ابوه او بيت ابوها عشان يقعدها هناك مش عارف يصرف عليها لحد هند احنا هنفضل كده يا دكتور عصام ارحمنا عشان ربنا رحمته واسعى. ارحمنا. ارحمونا وهتولنا حد يبيتطاق الله فيهنا. مش قادرين والله. ده بالاضافة عدم الشهداء. دم الشهداء ده اكيد ساير في حلوق نحن. قبل ما يكون هو دمتنا مع الارض. ارحموا الناس دي وارحموا اياليهم. انا يا اخويا مش شورفة.